اهلا بكم الى المساء هدد الرئيس الايراني حسن روحاني بان ايران سترد بحزم على اي دولة تحاول المساس بمصالحها الوطنية واتهم روحاني خلال لقاء صحفي دول الجوار بالاساءة لبلده وعدم مراعاة حسن الجوار وتابع انه اذا ما واصلت هذه البلدان ما وصفها بالممارسات المعادية ضد بلده فان ذلك سيعود بالضرر عليها وضاف روحاني ان هدف ايران في كل بلد من بلدان المنطقة هو مساعدة الشعوب في تسوية مشكلاتها والوقوف بوجه الارهابيين في بلدانهم على حد قوله نرحب بضيفينا في المساء من الكويت استاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي وايضا نرحب بضيفي من اسطنبول الباحث في الشؤون الايرانية الدكتور حسن هشميال اما انتم مشاهدين يمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وايضا فيسبوك بداية المساء الخير ضيفي الكريمين ابدأ معك دكتور عبدالله دكتور عبدالله كيف تنظر لهذا التصريح ربما الذي يقلب الطاولة ويعكس حتى الاتهامات التي تتقدم بها دول الخليج ضد ايران كيف تنظر لهذا التصريح وتوقيتها ايضا شكرا لكم شكرا لك اخ فيصل وشكرا لك حسن ايضا وسادة المشاهدين يعني هي قلبة الطاولة منذ فترة يعني اذكر هنا في خمستعش واحد الفين وخمستعش شن الرئيس المعتد الحسن روحاني كما يسمى ويوصف هجوما على السعودية والكويت واتهمنا باننا نحن سبب تراجع اسعار النفط وانه ايران سترد على الكويت والسعودية لسياستهم النفطية التي تضر بمصالح ايران يعني ليس جديدا ما قاله حسن روحاني ولكن انا سانزع عنه صفة الاعتدال هو الان تحول الى سقر من السقور ولا يوجد الحين فرق بين السقور والحماء في ايران كلهم صاروا سقورا بعد ثوقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات وهذا ما حذرنا منه وايضا ارسلنا رسالة للدارة الامريكية ان الاتفاق النووي سيجعل ايران اكثر شراسة اكثر قوة اكثر جرأة واكثر تحديا هذه التصريحات تأتي في هذا السياق بدل ما نحن نتهم ايران بان سياستها هي التي تعزز عدم الاستقرار والتي تزرع الكثير من الاضطرابات والتي تعزز الفتن والتي تقاتل في العراق وتقاتل في سوريا يعني قلب هو الطاولة وموجودين في سوريا لمحاربة الارهاب اي ارهاب يعني قاعدوا يحاربونهما افهم انا امريكا تصنف ايران الدولة الاولى الرائع للارهاب في العالم ومع ذلك تتعاون معها لمحاربة التطرف نحن نتمنى من ايران بعد الاتفاق النووي ان تكون اعتدالا وان نستفيد من الاتفاق النووي بدل من تستقدمه وتستقوي به لتهديد دول الجوار هذه التصريحات للأسف مؤسفة في غير مكانها لا تبني الثقة وتجعل دول الخليج اكثر حذرا واكثر حرصا على ان تكون متحدة اكثر للتصدي لهذه الهجمة الايرانية والتي يقودها الآن المعتدلين الذين سموا نفسهم متدلين هذا سيعيد العلاقات مرة اخرى الى الوراء ولن يساعد على بناء ثقة بين الطرفين دكتور حسن هذه النظرة المخالفة للواقع والتصريح المخالف للواقع هل هو رسالة فقط للخارج ام لا يعد كونه رسالة للداخل الايراني خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وايضا مجلس الخبراء نعم تحية لكم لأستاذ الشايجي ومشاهدي سكاي نيوز يجب ان ننظر الى موقع حسن روحاني الآن في المسرح السياسي في ايران حسن روحاني الآن هو بين مطرغة شطب مرشحينه هناك سبعة الاف مرشح تم شطبه والولي الفغيه الذي يتحدث عن المصالح الوطنية الايرانية يشطب المواطنين الايرانيين من دخولهم للانتخابات ويحرمهم لخوض الانتخابات وحسن روحاني بين صندين الانتخابات الموجهة مثلا لعقد عقود مع فرنسا حول شراء غطاعات قيار او ايرباس او ما شابه ذلك يعني الرئيس الآن حتى لا يستطيع عقد او يبرم عقود اقتصادية مع دولة خارجية والآن في هذا الوضع ولكن لو رجعنا الى الارهاب حسن روحاني يعرف جيدا منه اول الارهابي الذي صنع داعش في داخل العراق وفي داخل سوريا وقبل يومين مجلة ديرش بيقيل كتبت بشكل واضح بان سمير عبد محمد الخلفاوي المعروف بحجي بكر هو من صناعة المخابرات السورية الذي الآن محمي من قبل النظام الايراني وايضا من روسيا منه ابو عمر الشيشاني رجل الكاكي بي الآن كان من قيادات داعش ايضا هناك شخصيات معروفة مثلا ابو الغقاء السوري ايضا الجماعات المقربة الى ايران هي السابقون في الارهاب مثلا حزب الدعوة مثلا فيلغ البدر مثلا جماعة حسن نصر الله الارهابي يعني كل هذا الارهابي يعني الرسالة الى الداخل التأثير الذي يريد من اي من القيادات الايرانية بمثل هذه التصريحات التأثير على الداخل ما الذي يريده من مثل هذه التصريحات ومن عكاس مثل هذه التصريحات على الداخل الايراني ومسار حتى الانتخابات البرلمانية دكتور حسن بالتأكيد انظروا ما قاله اليوم علي خامني وجه انتغادات شديدة إلى مجلس الأعلى للأمن الغومي الذي حسن روحاني هو سيكون رئيسه يعني حسن روحاني الآن تحت المطرقة بشكل قوي ويخاف أصلا يزيلونه من الساحة السياسية في عشيات الانتخابات وهو يتخذ شعارات متطلفة مثل الوصوليين مثل المتشددين في داخل إيران حتى يحصل على مكانته في هذه الزاوية وفي المكانة المتعلقة للمتشددين حتى لا يزيحونه من هذه المكانة وإلا هذا الكلام معروف أن هذا الكلام غير واغعي السعودية والأمارات وكل دول المنطقة هي مستهدفة من قبل داعش وغير داعش وبالمناسبة البلد الوحيد الذي لم يستهدف من قبل داعش إيران وثم إسرائيل طيب يعني البلد الوحيد الذي لم يستهدف من قبل داعش هو إيران وهذه التصريحات أيضا هل ستبقى في إطار التصريحات دكتور عبدالله وكيف تنظر دول الخليج لهذا الهروب المستمر إلى الأمام من قبل القيادة الإيرانية يعني هذا النتيجة التي نرى الآن هي شيئين نتيجة الأولى هي كما كنت في صحيفة الاتحاد الإماراتية يوم الأثنين الماضي هذه نتيجة حصاد ما سماه المرشد التنازلات البطولية التي أطلقها ليبرر الجلوس مع الشيطان الأكبر قبل سنتين وتبدأ المفاوضات السرية ثم العلنية ثم وتوصلنا إلى ما وصلنا إليه وأطلقت يد إيران وأنا حذرت أيضا بأن الآن نجم ما يسمى المعتدلين في النظام الإيراني الثنائي روحاني ظريف سيبدأ تحجيمهم وسيبدأ الآن من قبل المحافظين النيل منهم واحتواء وأيضا التضييق على ما يسمى المعتدلين أو الإصلاحيين ورأينا كيف الثورة في إيران تأكل أبنائها وكيف أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح حفيد الخميني وهذه طبعا علامة استفهام كبيرة حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني حفيده يمنع من الترشح لمجلس الخبراء يعني هذا بحد ذاته تدلل الأزمة التي فيها النظام الإيراني وأنه لا يزال ثورة ولم ينتقل إلى مرحلة الدولة فهناك يعني في محاولة من روحاني للأسف لأن يرضي المتشددين بأن يزايد على المتشددين ويسعر النار والتصعيد مع دول الخليج ويهددنا وهذه ليس أول مرة مثل ما ذكرت يعني في عدة تصريحات متابعها أنا وأرصدها بشكل واضح بأن روحاني يصاعد منذ فترة منذ سنة مثل ما قلت لك يعني حتى يتهمنا نحن والآن ماذا يقول للنظام العالمي والاقتصاد العالمي أنه يتهم الاقتصاد العالمي بأنه يتأمر على إيران أيضا يعني اتهمنا السعودية والكويت بنا نحن وراء تراجع أسعار النفط وانخفاض الدخل إيران وطبعا هذا الكلام غير واقع وكان التصريح اليوم أيضا يأتي في سياق يعني الصراع الداخلي ومحاولته لإرضاء المتطرفين المتشددين ولكن هذه وأختم بهذه الجمل أخ فيصل ولكن هذه التصريحات للأسف تؤكد ما نذهب إليه بأن إيران عليها أن تحسم أمرها لا يمكننا أن نتعامل مع إيران التي تهددنا وتتوعدنا برد حاسم وبرد حازم ونحن سندفع ثمن ونحن تتضرر مصالحنا يعني نحن لم نعتدي على إيران لا يوجد قوات خليجية موجودة داخل إيران لا يوجد حرس ثوري خليجي أو ملكي أو إماري خليجي موجود في العراضي الإيرانية وثم يبرر بشكل غير مقبول وغير معقول بأن وجود الحرس الثوري والقوات الإيرانية في سوريا لمحاربة الإرهاب يعني أي إرهاب قاعد تحارب يعني نفهم تحارب الإرهاب أم تبقي النظام وأيضا هناك دول قاعد تعرق الجنيف من الذي يعرق الجنيف؟ دعم النظام البشار الأسد من روسيا وإيران هو السبب الرئيسي لمساة الشعب السوري ثم يعني يتهم الضحية بأنها هي المجرم يعني هذا بالفعل شيء غير معقول وغير مقبول وحتى يعني السذج يتعجبون من هذه المواقف وهذه التصريحات المتناقضة النقطة التي أثارها دكتور حسن دكتور عبد الله يعني هل يحاول روحاني رضاء المتشددين أم أن المسألة الخطاب الخارجي هي بيد المرشد وهو يعني فقط ينقل هذه الرسائل إلى الخارج يعني هو برضاء المرشد طبعا لا شك صحيح كلامك أخ فيصل والمرشد هو صاحب القرار النهائي والفصل في كل الأمور المتعلقة بالشأن الأمني والدفاعي والخارجي والنووي والعلاقات الخارجية والحرس الثوري يعني الرئيس خاتمي بكى في نهاية ولاية الثانية ما عنده صلاحيات الصلاحيات كلها عند المرشد ونحن نعلم ذلك والجميع يعلم ذلك فهو يعني يعطي الوجه الجميل أو المعتدل لإيران ولكن الآن الخطورة فيما يقول له روحاني بأنه لم يعد هناك في معتدلين ولا نصدق أيضا ولم نصدق من البداية أن هناك معتدلين هناك ما يسمح لهم بأن يؤطوا الوجه المعتدل ولكن في النهاية القرار ليس عند المرشد وليس عند روحاني أو عند ضريف دكتور حسن يعني تفائل حتى دول خليج عندما انتخب روحاني المعتدل كما يسمى لكن لم نشاهد أي من مظاهر الاعتدال يعني هل بيده مسألة الخطاب الخارجي أم أن هذه المسألة لا زالت متعلقة بالمرشد الأعلى دكتور حسن طبعا كل شيء بيد المرشد الأعلى السياسات الخارجية السياسات المتعلقة في المنطقة السياسة المليشياوية في العراق في اليمن في سوريا في لبنان وفي أي مكان متعلقة بالولي الفقيه وهو الحاكم الذي لا منازع له ولا حد يسأل عن صلاحياته ومنذ أكثر من 22 عاما حتى الآن لم يدخل تحت أي مسائلة صحفية لم يجري مغابلة صحفية علي خامني علي خامني دائما يتكلم بشكل انطوائي على الجانب الباحث وكلامه دائما بشكل يعني يعطي أوامر وعلى حسن روحاني أن ينفذ هذه الأوامر مهمة حسن روحاني بالدرجة الأولى كانت تتعلق بالملف النووي وتمرير الملف النووي هو نجح بتمرير هذا الملف وأيضا أزال العقوبات وما كان يطلبه المرشد النقطة الثانية تلميع صورة إيران في الصورة العالمية في العلاغات الدولية هذه مهمة روحاني ولكن روحاني يعلم جيدا أن كيف إيران تتدخل في العراق كيف تتدخل باليمن كيف تتدخل مكانات أخرى ويعلم جيدا أيضا أن علي خامني وراء بناء إمبراطورية ولي الفغي في المنطقة وهذه أجندة وسيعة عريضة كل إمكانات البلد استخدمت ووظفت في طريق هذه الإمبراطورية من هذا المنطلق هو حتى نعم دعني هنا توقف معك هذه السياسة القديمة والمتجددة منذ السبعينيات يعني معادلة الجوار المتربص بأن هناك عدو متربص بإيران ربما مساعي لخلق أعداء لتوحيد الجبهة الداخلية في الداخل الإيراني لأي درجة لا زال مثل هذا الخطاب مؤثرا على الشعب الإيراني رغم كل هذه السنين دكتور حسن هذا الخطاب معروف في إيران ومفضوح في إيران والشعب الإيراني لا يكترث إلى هذا الخطاب إطلاقا ولكن الشعب الإيراني في الداخل ليس لديه وسيلة يعبر عن لايه ولا صحيفة ولا تليفزيون ولا أي شيء بيد الشعب الإيراني انظروا كيف يهندسون الانتخابات الآن هناك 200 كرسي من البرلمان هو مضمون إلى الحرص الثوري يعني تعرفون أن 325 كرسي موجودة في البرلمان 200 منها الآن محجوز إلى الأطراف المتعلقة بالحرص الثوري لدينا 88 كرسي في مجلس الخبراء 58 كرسي من هذا المجموع محجوز إلى جماعة علي خامني والحرص الثوري يعني الشعب الإيراني ليس لديه أي وسيلة يحرم حتى من حق الانتخاب وثم يأتي علي خامني ويعطي الشعارات يعني أكبر نظام في تاريخ الإنسانية وضح في شعارات الديمقراطية هو النظام الولي الفقيه الذي حاكم في إيران يحرم الشعب الإيراني من أفسط حقوقه في الانتخاب وثم يتحدث عن ديمقراطية في العراق وديمقراطية في سوريا وفي اليمن ومكانات أخرى طيب دكتور عبدالله يعني الاتهامات تصل من القيادة الإيرانية لدول الخليج ويعني حتى قبل أن نشاهد أي تهديد بتصريح على الأقل من أي من القيادات الخليجية ما المطلوب من دول الخليج الآن يعني هل التحرك الذي تم منذ الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية كاف أمام كل هذا التحرك والإزعاج إن صح التعبير الإيراني يعني لا شك إيران كان عام 2015 صعب على إيران بالنسبة لنا في دول الخليج وقفنا وقفة واضحة منذ بداية العام مع صفة الحزم وعادة الأمل في اليمن إيران صعقت يعني لم تتوقع هذا الموقف الخليجي إيران صعقت في نهاية العام بتشكيل التحالف الكبير الإسلامي العسكري والذي تراه وتقرأه أنه موجه ضد إيران وحلفائه وأذرعه في المنطقة إيران ذهلت من الرد السعودي بقطع العلاقات والتجارية والدبلوماسية وإغلاق السفارة وطرد السفراء الإيرانيين وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في نصف الدول العربية إيران عندها أزمة مع العرب أنا اليوم كتبت مقال في الوطن القطرية إيران يعني من المفارقة العجيبة أن في الوقت إيران تنفتع على الغرب وتصبح معهم حلفاء وأصدقاء تشتبك كتبت بالحرف الواحد تشتبك مع جوارها العربي ومع العالم العربي علاقة إيران اليوم مع العالم العربي ودول الخليج بالتحديد في أسوأ مراحلها إيران لم تعد نموذجا لا مقنعا ولا ملهما ولا قابلا للتصدير وإيران أيضا لا يمكنها أن تقنع شعبها بأن دول الخليج والدول العربية هي العدو بدل الشيطان الأكبر يعني نحن الآن صرنا الدول العربية نمبر ون أعداء إيران وليست إسرائيل يعني إيران تقوم بمواقف متشددة ومتطرفة وتتدخل في شؤوننا وترسل خلايا نائمة وتهدد أمننا وموجودة في سوريا والعراق واليمن واللبنان وتفاخر بأنها تحتل وتسيطر إلى أربع عواصم عربية هذا الموضوع انتهى يعني إيران الآن في حالة دفاع وفي حالة محاولة لرد الصدمات والحل الوحيد معها تتحالف مع روسيا في سوريا وتتحالف مع أمريكا لمحاربة الإيران يعني إيران لا يمكنها أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد وتقنع شعبها بأنها دولة ثورية وتقنعنا بأن دولة يمكن أن نتعايش معها يجب أن تبدل خطابها يجب أن تكون تتعامل معنا ندا لند وحتى نقتنع بأن إيران بالفعل تريد أن تتعايش وأن لا تستقوي بالنووي الإيراني يعني الاتفاق النووي يجب أن يكون جسرا للتواصل وليس يعني مخندقا لتشن من خلال إيران ومنطلقا لأن تستمر بنفس السياسة وتصاعد ضدنا دكتور حسن باختصار شديد إذا سمحت يعني بعيدا عن تصريحات أعلم أن تصريحات القيادة الإيرانية لا تعكس واقع تفكير هذه القيادة هل تكترث القيادة الإيرانية بمستوى أفضل مما هو عليه مع دول الخليج مع العرب باختصار إذا سمحت لا أعتقد ذلك لأن كما تفضل الدكتور الشايجي الآن كل شيء تغير خاصة في الإعلام الداخلي موجه ضد العرب وحتى ضد الإسلام يعني انظروا سيد حسن روحاني يذهب إلى أوروبا وأول مكان يزور هو يزور الواتيكان لماذا داما الفاتيكان سيكون في زيارات أو أول زيارات رؤساء إيرانيين إلى أوروبا لأنهم يريدون يغلون للغرب نحن نستطيع نعيد معاهدة شاه اسماعيل الصفوي في زمن الصفوية مع الشارلة كان ملك اسبانيا وكان هو الرئيس الأكبر إلى الروم المقدسة يعني دائما يتخذ هذه السياسة ليس فقط ضد العرب حتى ضد المسلمين الآن السياسة التي ماضحة ضد المسلمين انظروا إلى الندوات والمؤتمرات التي الآن تغوم وتحت دارة مراجع التغليد في غوم كل ندوات ضد ما يسمونهم التكفيرين ويقصدون العالم السني ضد العالم الإسلامي ونسوا إسرائيل ونسوا الولايات المتحدة والآن ركزوا على العالم الإسلامي والعالم السني أشكرك إذن دكتور حسن هاشميان ضيفي من أسطنبول وكل الشكر لضيفي من الكويت الدكتور عبدالله شايجي شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار اشتركوا في القناة